السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالمجرد والاشتراك في القناة السلام عليكم هلا شباب في هذا الفيديو سنشاهد كيف يمكن حل مشكلة تم ايقاف التطبيق سنشاهد في هذا الفيديو اتنين طريقة لحل هذه الاشكالية قناة معلومة فون قناة تهتم بما يخص الاجهزة الذكية والهواتف المحمولة فاذا كانت هذه اول زيارة لك على القناة اتمنى دعمي بالتكرم بالاشتراك في القناة للوصول الى 100 الف مشترك وتكون انت اخي من الاشخاص الذين ساعدوني للوصول الى هذا الهدف اول هذه الطرق شباب ان تقوم بالذهاب الى الضبط بعد ذلك تبحث عن التطبيقات الان نأتي الى خانة البحث في الاعلى كما تشاهد نقوم بكتابة ويب يظهر لنا هذا التطبيق اندرويد اندرويد سيستم ويب فيو اذا لم يظهر لك هذا التطبيق تذهب الى الثلاث نقاط وتقوم بالضغط على خيار اظهار تطبيقات النظام تقوم بالبحث عن خيار اظهار تطبيقات النظام بعد ذلك يظهر لك هذا التطبيق بعد ذلك نأتي الى الثلاث نقاط في الاعلى ونقوم بالضغط على الغاء تثبيت التحديثات قم بإلغاء تثبيت التحديثات ثم ننزل الى الاسفل نقوم بالضغط على تفاصيل التطبيق في المتجر نضغط هنا على الثلاث نقاط تتأكد من الغاء تفعيل التحديثات والتحديث التلقائي لهذا التطبيق أما بخصوص الطريقة الثانية نذهب إلى الضبط مرة أخرى كما تشاهد ونقوم بالبحث عن التطبيقات بعد ذلك نبحث عن كروم ونقوم بالضغط على الثلاث نقاط في الأعلى كما تشاهد ونقوم بالضغط على إلغاء تثبيت التحديثات ويمكن أن يختلف مكان إلغاء تثبيت التحديثات من هاتف أو من إصدار هاتف إلى آخر أنت تقوم بالبحث عن هذا الخيار وتقوم بإلغاء تثبيت التحديثات بعد أن تقوم بهذه الخطوات سوف يتم حل هذه المشكلة واحدة المشكلة تم إيقاف التطبيق أرجو أن تكونوا قد استفدتم من هذا الفيديو الرجاء لا تنسى الاشتراك في القناة ليصلك الجديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته